موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتبط جليحاوي اليوم عندنا جهاز الجالكسي النوت 10 بلاس طبعا هذا الجهاز واحد من افضل الاجهزة بسنة 2019 تقدر تقول واحد من الاجهزة المنافسة الموجودة على الساحة منها اجهزة ايفون ومنها اجهزة هواوي هذا الجهاز يعتبر من الاجهزة المتكاملة تقريبا اكثر او اغلب الاشياء التي تحتاجها بالتقنية خاصة تقنية الهواتف موجودة بهذا الجهاز من كاميرات من تصميم من مصنعية من شاشة راح تحدث عن شيء بسيط تقدر تقول رؤوس اقلام بالنسبة للجهاز خلال تجربتي لمدة 7 ايام هذا الجهاز بالنسبة لتصميمه انا اشوف تصميمه جدا جميل الشركة محافظة على انحناءات جدا قوية من الطرفين بحيث من تلزم الجهاز يعني تقدر تقول لي المسك بين الاصبعين ما راح يفلت عندك ببساطة مع ما هو زجاج من الامام ومن الخلف راح تقدر تتمسك به بكل بساطة يعني مو مجرد انه لازم تضغط يلا تسيطر على الجهاز لا تقدر تمسكه وانت مرتاح مع ما هو الطول به اكبر من اللازم يعني الجهاز تقدر تقول اطول حتى من النوت 9 كذلك بنوع من العرض يعني العرض مالته اكثر السمك كذلك الشركة قللت عن النوت 9 بشي قليل يعني هذا تقدر تقول اقل سمك مع ما هو بطارية اكبر لكن مسكة الجهاز ومصنعية الجهاز انا اشوفها جدا ممتازة الجهاز تصميمه جدا ممتاز وانيق حقيقة يعني من تلزم الجهاز ما تحس هذا الجهاز من الاجهزة الغير فخمة لا تحتبره او تقدر تقول هذا الجهاز من الاجهزة الفخمة والجبارة ببعض انه الشركة موفرة لك كفر الحماية ولا تدورها سولت تعب روحك كفر ما رح تلقيه منها يمكن سبوع انا او ثلاث اسابيع يعني من تخلي الجهاز داخل الكفر انتهى بعد شوالما تلزم الجهاز ثابت بايدك ما رح يزلط من عندك مع ما هو مصنع من الزجاج بالنسبة للمصنعية مصنعية الجهاز انا اشوفها جدا ممتازة مع انه زجاج من الطرفين شيكية هسه اغلب الاجهزة تقدر تقول موديل اكثر الاجهزة هسه تعتبر من الزجاج من الخلف ومن الامام والما يوقع يتكسر خاف يقول لي مصنعية منه افضل من مصنعية اكثر الاجهزة حتى اجهزة ايفون اجهزة هواوي اجهزة شاومي اغلبها ليجت حديثة ما اجهزة بعد المعدن اللغة تقريبا بالنسبة للزجاج الخلفي او الظهر بالنسبة للجهاز طبعا هذا الجهاز يمتلك شاشة من ابهر للشاشات الموجودة بالاجهزة الآن هاي الشاشة من استعملتها ما عرف يعني تنطيك ايحاء جدا ممتاز متشاهد فيديو كأنما انت تشاهد فيديو بسينما يعني شاشة كاملة صحيح اكو دائرة موجودة داخل الشاشة اللي تحتوي على الكاميرا الامامية لكن ما تعقلك التجربة اكثر الفيديوهات اللي تشاهدها فيديو كامل رح يكون بدقة وضوح جدا ممتاز اللي اش لان الشاشة مقاس 6.8 كواد اجدي بلاس من نوع دايناميك اموليد تقدر تقول ابضل شاشات حاليا موجودة بالسوق تتغلب على الكثير من الاجهزة بل المعالج يأتي هذا الجهاز بمعالج الاكسينوس 9825 تقدر تقول افضل او احدث معالج موجود حاليا باجهزة سامسونج ليش لان الاس 10 بلاس اجاب معالج الاكسينوس 9820 هذا المعالج اجاب معمارية السبعة نونو بدل ما كان ثمانية نونو بالاس 10 بلاس هذا رح يغير لي من الاداء لا ما رح يغير لي من الاداء ليش لانه فقط المساحة رح تكون هنا قليلة ومن تقليل المساحة بالنسبة المعالج رح يوفر لي مساحة على مود لكون البطارية اكبر على مود تكون مساحة اكبر عندي للقلم يعني رح يتوفر لي مساحة بالنسبة لخريطة الجهاز او شكل الجهاز بالكامل اذا كان المعالج يكون اصغر لكن للاداء مستحيل الاداء ما رح يفرق لك اذا كان سبعة او ثمانية نفسه هو الاداء يعني ما يفرق لان سبعة نانو وثمانية نانو رح يكون يصغر لي من حجم المعالج فقط لا اكثر بالاداء اداء جدا ممتاز ومبهر ليش لان المعالج جديد كذلك هذا الجهاز يأتي بذاكرة عشوية 12 قيقه بابتداء وهذا الشيء جدا ممتاز رح يتحرك النظام بشكل سريع وسلس ما رح يصير عندك اي مضايقات لا تعليق ولا تهنيق ما رح تشوف اي تعليق بالنسبة للنظام اشقد ما رح تشتغل على هذا الجهاز ما رح يشوف تعليق لان انت كنا متعودين على الستة والثمانية لكن هسا 12 رح يكون ضعف الستة بالنسبة للنوت 9 فهذا الشيء جدا ممتاز وشفت سلاسة خلال هذا السبعة ايام استعملت الجهاز سلاسة مبهرة بالنسبة لهذا الجهاز ممكن انه تتغير بالمستقبل ما نعرف فس حاليا سلاسة الجهاز ممتازة سرعته ممتازة اشقد ما تفتح برامج مهمك شام جدا سريع بالنسبة لهذا الجهاز بالنسبة للنظام النظام اضافت بعض الاشياء بالنسبة للجهاز كما انه شالة البيكس بي عوضته بالنفسه وزر التشغيل تقدر تخليه بكس بي او تقدر تخليه زر التشغيل مع هذا انه الشركة اضافت لك زر موجود او اختصار موجود بمتنزل البوردة من فوق موجود لتضغطه يخليه لك الخيار ما للتشغيل او عادة التشغيل او ضمن الطوارئ كذلك اذا ضغطت خفض الصوت زر خفض الصوت وزر البور مستمر اطفاء او عادة التشغيل كذلك نفس هاي الزر الموجود نزر التشغيل تقدر تلغي البيكس بي وتخليه فقط هو اذا ضغطه مستمره سيطلع لك الغلاق وكذلك عادة التشغيل والطوارئ فتقدر تقول ثلاث مراحل للتشغيل خلتها شركة سامسونج بهذا النظام اضافتنا بعض الاشياء الموجودة للنظام انا ما شفتها ماجنة الاس 10 بلاس ممكن موجودة بالاس 10 بلاس لكن بالنوت 9 ما موجودة رح اقول لك ان الاضافات اللي اكثر شي موجودة عندك بالبوردة متنزل من فوق شن الاضافات اللي نزلتها الشركة تقريبا ربط الوايرلس اذا عندك مثلا ساعة او عندك فد اي جهاز تربط بهذا الجهاز بالنسبة الوايرلس ربط الويندوز تحدثت عنه شركة سامسونج بالمؤتمر هذا اللي تخلي لك الجهاز حول لك الجهاز على ويندوز او عرض ويندوز على اي شاشة تقدر تستعمل هاي القاعدة ما عندنا تقدر اتوقع يصير بالكيبل نفس اللي موجود مرفق بالجهاز اذا حولت الى شاشة يمكن يحول لك الى ويندوز انا ما جربتها هاي لكن ممكن ان يسويها كذلك اضافتنا الكيو ار ماسح الكيو ار هذا الماسح انا شايفه قديم وكثير من الاجهزة موجودة خاصة الاجهزة صينية لكن الشركة اضافتنا بالنظام تنزل البرده تلقي موجود هذا قدامك هذا الماسح ممكن ياخذ لك الرقم السري او ياخذ لك اي شي موجود بالاجهزة الباقية او تقدر تاخذ الارقام الشركات او الشفرات ما للشركات يعني بيه واي استعمالات انا لكن ما استعملتها لكن ذكرتكم ايها هاي بالنظام كذلك هذا الجهاز موجود بتسجيل الفيديو انا ذكرتكم ايها بلعبة بوب جي تسجيل الشاشة موجودة بالجهاز سجلك الشاشة وتقدر تختار حتى الدقة والفريمات الموجودة بتسجيل الفيديو هذا الجهاز يمتلك كاميرات اربع من الخلف وكاميرا امامي هي 10 ميكي بكسول وحقيقة انطاني صور وفيديو جدا ممتازة وانا راويتكم الفيديو بالنسبه التصوير الخلفي وحتى التصوير الامامي بكون كاميراته Breakfast لكن حقيقة حتى الفيديو اني نشرته على یوتيوب صديق ما انتحقه حقيقتا ما انتحق الجهاز بالواقع من تصور به video ومتصور بصور معرف ليش بين دقة ما اجدتى عدلة مثلما طلعت بالجهاز ف Casario من التصورى وبالنتيجه اللي يقتني هذا الجهاز راح يعرف شنو كاميراتها وكاميرات الخلفية وكاميرات الأمامية تطيق أداء جدا ممتاز بالفيديو حتى لو كان Full HD الدقة وعالية الوضوح بشكل ممتاز مع مائنة والشاشة دايناموك اوموليد والشاشة كبيرة ستطيق استمتاع جميل بالنسبة لمشاهدة الفيديو حتى مشاهدة التصوير اللي راح تصورها بالكاميرا الأمامية لو كان الكاميرا الخلفية طبعا بالنسبة للبطارية هذا الجهاز يمتلك بطارية 4300 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط لكن العلبة الموجودة بالطونة بها 25 واط إن شاء الله ذا توفر 45 واط الكثير سئلوني عليه إن شاء الله راح أجيبه وأشوف سرعته الجهاز بالنسبة للشحن هذا الجهاز يشحن بسرعة تقريبا ساعة وخمس دقائق أو ساعة وثلاث دقائق بالنسبة لهذا الجهاز سرعته جدا ممتازة مع الشحن اللي انطقيها الـ 25 ممكن إذا خليته بالـ 45 راح يكون شحن جهاز أسرع من هذا الشي بالنسبة للإستعمال اليومي بالنسبة لهذا الجهاز أنا جاي أستعملني استعمال شخصي لكن لحد الآن ما قدرت أعبر الخمس ساعات بالنسبة للإستعمال لأن الكثير سئلوني شن الموجود بالنسبة للشحن شن راح شحن بالنسبة للجهاز هذا الجهاز أكثر مرات جاي استعملته ومرة قالوا لي استعمل بوب جي ويا خلينا شوف شن الوضع استعملت بوب جي ساعتين واستعملت أداء قوي بتصفح وفيديو ومراصلات فتشي هذا استعملت ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات استعمال كذلك ساعتين بوب جي يعني خمس ساعات بقال ثمين وثلاثين ممكن أن يوصلك للعشرين بالمئة إذا ضفت لساعة يعني ثلاث ساعات من ضمنها ساعتين بوب جي راح يبقالك الجهاز عشرين بالمئة يعني يمشي كذا الجهاز ستس ساعات عمل مكثب خلال سبع تيام اللي شفتها ممكن بعد سبع تيام راح أنقلكم غير صورة عن الشحن اش قد يستمر باليوم أنا أتوقع مو دائما أخلي يفرخ شحن ممكن يوصل للخمسين وأرجع أحاطه على الشحن لكن بالمراجعة الكاملة راح نقول لكم بالضبط اليوم اش قد يوصلك إذا كان استعمالك متوسط أو استعمالك خفيف باليوم اش قد راح يوصلك من نهاية اليوم أو يخلصلك لليوم الثاني طبعا هاي كل اللي تقدر تقول خلاصة تجربتي لمدة سبع تيام إن شاء الله المراجعة الكاملة بعد ما يصير عشرين يوم أو أكثر من عشرين يوم استعمالي لهذا الجهاز لأن هذا الجهاز هو الكثير بأشياء أنا إن شاء الله تحدث لكم عنه بالمراجعة الكاملة بشكل تفصيح شو راح يكون أداءة واتصال البلوتوث بالنسبة للجهاز شنو راح المهام اللي يسوي لك إياها خلال الجهاز لكن هاي بالمراجعة الكاملة أنا ما أردت الفيديو يطول على مود أن نقل لكم التجربة الشخصية لمدة سبع تيام أو أكثر من سبع تيام في الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي أمان الله